يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها لا نتحايل هو استعراض أو راقص نفس الشيء هي حركة بدنية على موسيقى وين غلط؟ حركة بدنية تنشط الجسم وتنشط الدورة الدموية وتنشط العقل وفيها انسجام ويصبح الإنسان مبسوط هل أفضل؟ أنتش تفضل؟ تفضل هالأولاد يرقصون عندي شوف هذا أو يذهب يأخذ درقص مقدرات أو مثلا يذهب ينضم الداعش ما هو الأفضل؟ يعني أنت اليوم وجهة نظرت أنه اللي قاعد يتم هذا الشيء اللي قاعد يتم اليوم تكلم عن الرقص والأمور هذي قاعد تصير في لوياك رح يحث الشباب اليوم أنهم ما يروحون داعش ولا يروحون للمنظمات الارهابية أو أنهم ما يأخذون درقص هذا الحل والحلول؟ طبعا لا يمكن واحد يشتغل بالفن يعمل إرهابي أو انتحاري في عمل إرهابي فضل شاكر أكد لك لا يمكن يكون فيه فنان فضل شاكر مش فنان؟ نعم فضل شاكر مفنان؟ فضل شاكر عترك الفن و هذا هذا حالة وحدة هذا حالة وحدة فضل شاكر يغني على فكرة وفضل شاكر تلقى أنه صار لا أعرف هذا إيه ما نعرف شنو المجرى الأحباس معه بس هل هذا الغالب؟ شنو الغالب؟ فضل شاكر نحن بالآخر يقولون أن أستاذة أن المجتمع متحفظ وأنه ممنوع الرقص أو تسميت الرقص ونحط مفاهيم مغلوطة بأن تعبيل فضل شاكر المكسر إرهابي لما هو منع نفسه عن الفن أصلا صح أو لا؟ إذن فن و هذا أنت بس توقف الفن أنت تتجه للإرهاب ما يصير أنت لاحظ الحركات الإرهابية كلها تتوجه لأي مكان فيه فرح أي مكان فيه فرح مسارح في باريس هذا لاحظ أي مكان فيه الفنون هذه هي رمز الحياة